42 حافظا لكتاب الله عز وجل تم تخريجهم من خلوة نور الأبصار لتحفز القرآن الكريم والعلوم الشرعية المناسبة تقللتها عدة كلمات منها كلمة مدير الخلوة الشيخ خادم محمد حسن الذي وجه رسالة لأبنائه حفظة كتاب الله مخاطبا إياهم من تمسك بالقرآن الكريم قد نجأ مستدلا بالحديث النبوي الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه مفتديار الشادية الشيخ محمد أحمد النور الحلو الذي دعا من خلال كلمته كل أطياف المجتمع بأن يقفوا مع أهل القرآن الكريم هذه الأمة هي التي تحمل هذه الرسالة وهذه الرسالة هي قاسب مشترك بين جميع الناس السياسي لابد أن يدخل فيها السياسيون لا ينبغي لهم أن يقولوا نحن نختص بالسياسة دون الرسالة لا التجار التاجر لا ينبغي له أن يقول أنا أشتغل بمالي ولا علاقة له بأداء الرسالة أبدا المزارع لا ينبغي له أن يقول أنا أشتغل بزراعتي ولا علاقة له بهذه الرسالة لا أبدا الحاكم الكبير والصغير التاجر والمزارع والعالم وغيرهم كلهم معمورون بحمل هذه الرسالة كل على حسب اختصاصه النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان الذي قال لو نظم المسلمون الأموال التي تخرجوا من الزكاة وسخروها لخدمات أهل القرآن الكفتهم التجارة إنواء تدخل فيها كل تجارة ولكن هناك الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في الإبل والبقر والغنم وفي الحرز الزراعة إذا كان كل واحد من التجار أو من المزارعين بيجيب 10% بس بيطلع 10% إنك 10 مليون طلعت طلع المليون تجيبه للمعلمين في أي خلوة قرآنية هذا وإن خلوة نور الأبصار لتحفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية منذ تأسيسها في العام 2011 خرجت حوالي 125 حافظا وحافظة ترجمة نانسي قنقر